السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقارير من داخل الزمالك أزوريو يتمسك بلاعب الفريق لديه مرونة وينفذ ما أقوله رغم تواجه التفكير قوي داخل إدارة نادي الزمالك في بيع لعب محمد أشرف رؤى لعب خط وسط الفريق إلا أن تقارير من داخل الزمالك كشفت أن الكولومبي خوان كاروس أزوريو المدير الفني للفريق الأول تحدث مع اللجنة الفنية حول هذا الأمر وأن أزوريو شدد على ضرورة استمرار رؤى للموسم المقبل خاصة وأنه من العناصر الأساسية لديه أزوريو أكد أن رؤى من اللعبين الذين يعتمد عليهم في تنفيذ أفقاره ولديه مرونة تكتيكية ويستطيع تنفيذ كل ما يطلبه منه بالحرف تقارير أكدت أن أسوريو يتمسك بقوات استمرار رؤى وعدم رحيله عن صفوف الفريق بالرغم من تحرقات الإدارة لدعم خط الوسط بالعديد من العناصر الأخرى لدعم الفريق خلال الموسم المقبل أزمالك السعاد لمواجهة السلساء المقبل في روبا نهاي كأس مصر أمام المقاولون العرب على ملعب السادة القاهرة الدولي ترجمة نانسي قنقر